نحن ننتقل لمحافظة الاسكندرية عروس البحر المتوسط وزميلي رامي جمال إليك رامي وأصف لنا الأجواء عندك في بداية اليوم صباح الخير زميلتي مهة وصباح الخير على كل السادة المشاهدين بالفعل أنا متواجدة الآن داخل محافظة الاسكندرية وبالتحديد داخل مدرسة عمر مكرم الابتدائية بمنطقة السيوف شمعة شرق محافظة الاسكندرية منذ دقائق تم فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا بالنسبة للكتلة التصويتية في محافظة الاسكندرية فهي تبلغ 4.167.901 ناخب انتخابي بيتنافس أيضا في محافظة الاسكندرية 215 مرشح ومرشحة على 16 مقعد فردي بالإضافة إلى قائمتين بالنسبة للجان في محافظة الاسكندرية يوجد 6 لجان عامة و363 مكر انتخابي و1160 لجنة فرعية كما يوجد العديد من غرف العمليات داخل المحافظة ولكن أكبر غرفة عمليات هي بديوان عام محافظة الاسكندرية لتلقي الشكاوي والتعامل معها بشكل سريع أيضا بالنسبة للإجراءات الأمنية في محافظة الاسكندرية شاهدنا العديد من عربات الشرطة تجوف في شوارع المدينة لتأمين العملية الانتخابية بالإضافة إلى التمركزات الأمنية السابتة والمتحركة على مدار اليوم هذا كل ما لدي زميلتي ما هو عودة إليك في الاسكندرية شكرا جزيلا من محافظة الاسكندرية كان معنا زميلي رامي جميل من أمام إحدى الجان